دكتور سعد الشلبي يعني خيره خلف لخيره سلف لأن الحقيقة كمان العميد محمد مرجان في هذا المنصب في المدير التنفيذي للنادي قدم كمان تجربة هائلة جدا بخبراته العملية سواء في النادي الآلي أو حتى في تكوينه العمل كراجل شرطة قدم الحقيقة تجربة مهمة جدا كانت امتداد لعظماء جلسوا على هذا الكرسي طبعا يمكن من الاحراج ان المهندس عدلي موجود الى جواري وانا قدر اقول لكم كده سواء الكابتن الكبير جدا والقامة الاهلوية الكبيرة الكابتن محرم الراغب والمهندس عدلي والاستاذ ممدعب حكيمة عليه رحمة الله في العقد الاخير او في الخمسة وعشرين سنة الاخيرة منصب المدير التنفيذي للنادي الاهل يا جماعة كان حاجة مهمة جدا فالدكتور سعد شلبي او من سيستقر عليه اختيار مجلس الادارة وفقا للاجراءات القانونية اللي حتتبع هيكون اضافة كبيرة جدا لمقعد بات كثير او شديد الاهمية في النادي الاهلي مع تعدد المقارات مع ازدياد مساحة النادي الاهلي مع عظم التحديات انا بس عايز انت ذكرت نقطة غاية الاهمية نقطة واحدة نقطة دي العجباني لان كل ما يخصني انا متنازل عنه لكن انا دلوقتي مسألة خلف لخير سلف العميد محمد مرجان لما جاه قدم اضافة تنفيذية رائعة وقدم نموذج اداري فريد وقدم متحدث لبق مرتبط بكل قضايا النادي الاهلي ومقاتل من اجل هذه القضايا ربما يكون دكتور سعد كمان وجوده في هذه اللحظة التاريخية مع ثلاث شركات جدد بيطيح للشركات دي انها تلاقي مدير تنفيذي ايضا كان ايده في الملفات دي في الملفات دي اه فالنادي لا يعني ما فيش عشوائية عنده اي واحد كل واحد بيختار بيختار بعناية فائقة وبيثبت نجاح مبهر بطبيعة مرحلة كمان وده اللي بيخليني اقولك العودة الى المستقبل العودة الى المستقبل ومنها الى فاصل وبعد الفاصل كلام كتير مهم اشتركوا في القناة